الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل قراءتنا في كتاب فقه الدليل في شرح التسهيل للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب أحكام الجماعة والإئتمام قال البعلي رحمه الله تعالى باب الجماعة واجبة قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله باب بالتنوين خبر لمبتدأ محذوف أي هذا باب وقد عقده المصنف لأحكام الجماعة والإئتمام وقوله الجماعة واجبة المراد الوجوب العيني لأنه هو المراد عند الإطلاق وهذا أحد الأقوال في المسألة وهو الصحيح إن شاء الله فمن ترك الجماعة من غير عذر فهو آثم وصلاته صحيحة وبه قال أكثر الحنفية وبعض الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة ودليل ذلك ما يري قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر بإقامة صلاة الجماعة في حالة الحرب والخوف ولو كانت سنة غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ولكن لما أمر الله بها في هذه الحال وترك من أجلها أكثر واجبات الصلاة وسوغ فيها من الأعمال ما لو فعل لغير عذر لأبطل الصلاة دل على أن وجوبها في حال الأمن أو لا ثم تأمل كيف دلت الآية على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية وإلا لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى الدليل الثاني قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين فالله تعالى أمر بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حالة المشاركة فكان أمرا بإقامة الصلاة مع الجماعة ومطلق الأمر لوجوب العمل الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه في التخلف عن صلاة الجماعة مع كونه فاقد البصر وليس له قائد يقوده إلى المسجد مع بعد داره عن المسجد ووجود الشجر والنخل بينه وبين المسجد وكذا الهوام والسباع مع كبر سنه ورق عظمه وقد دلت سنة على هذه الأعذار وأما الحكمة في مشروعية صلاة الجماعة فإن للاجتماع المشروع في العبادات شأنا كبيرا عند الله تعالى وله فوائد كثيرة اجتماعية وفردية ودينية ودنيوية ففي صلاة الجماعة إظهار أعظم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة وإظهار عز المسلمين وإظهار عز المسلمين وإظهار عز المسلمين وقوتهم وفيها تعليم الجاهل وتنشيط العاجز وفيها التعارف والألف بين الناس وفيها تفقد أحوال الناس فيعطف على الفقير ويعاني العاجز ويسأل عن الغايب ويزار المريض وفيها شعور المسلمين بالمساواة عندما يقفون صفا واحدا لا فرق بين غني وفقير ولا بين شريف ووضيع قال البعلي رحمه الله تعالى على الرجال للخمس وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل قال الشارح الفوزان قوله على الرجال مفرده رجل وهو الذكر البالغ وخرج بذلك النساء فلا تجب عليهن الجماعة بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن لكن لو صلت النساء جماعة في بيوتهن أحيانا فلا بأس إن شاء الله وقولنا البالغ يخرج به الصبيان غير البالغين فلا تجب عليهم لكن ينبغي إحضارهم إلى المساجد لتعليمهم الصلاة وترغيبهم في المساجد وتعويدهم على حضور الجماعة مع العناية التامة بتأديبهم ومنعهم من العبث والتشويش على المصلين وسيأتي لذلك مزيد توجيههم في آخر باب الإمامة إن شاء الله تعالى وظاهر كلام المصنف أن الجماعة تجب في السفر والحضر لأنه لم يقيد الوجوب بالحضر ودليله قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك لأنها نزلت في صلاة الخوف والغارب كون الخوف في السفر وقوله للخمس أي تجب الجماعة للصلوات الخمس وظاهره أنه لا فرق بين المؤدات والمقضية فالمؤدات ما فعلت في وقتها والمقضية ما فعلت بعد وقتها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس صلى بهم جماعة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن من أخر الصلاة عن وقتها لعذر لا تكون قضاءة بل هي أداء على القول الصحيح لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ومفهم كلام المصنف أن الجماعة لا تجب للنافلة لكن لو صليت جماعة أحيانا فلا بأس وتقدم ذلك في صلاة التطوع وقوله وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل أي والصلاة في مسجد لا تقام الجماعة إلا بحضوره أفضل لأن صلاته فيه سبب لعمارته فيحصل بذلك ثواب عمارة المسجد بإقامة الجماعة فيه قال البعلي رحمه الله ثم الأكثر جماعة ثم العتيق ثم الأبعد ثم البيت قال الشارح الفوزان حفظه الله قوله ثم الأكثر جماعة أي إن المسجد الأكثر جماعة أفضل من مسجد جماعته أقل لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وقوله ثم العتيق أي القديم أولى من المسجد الحديث لأن الطاعة فيه أسبق وظاهر كلامه أن الأكثر جماعة مقدم على العتيق وهذا قول في المسألة وهو الصحيح لعموم وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ولأن المصلحة في كثرة الجماعة أرجح من قدم المسجد والقول الثاني أن العتيق أفضل لما تقدم وهذا هو المذهب وقوله ثم الأبعد أي إذا استويا فيما تقدم فالأبعد أولى من الأقرب لكثرة الأجر بكثرة الخطى لقوله صلى الله عليه وسلم إن عظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليه ممشى فأبعدهم وما مشى عليه المصنف هو المذهب وعن أحمد رواية أن الأقرب أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد ولأن المسجد الأقرب له حق جوار فكان أحق بصلاته وترك المسجد الأقرب إلى الأبعد فيه محذوران الأول هجر المسجد الذي يليه لا سيما مع قلة الجماعة ثانيا إيحاش صدر الإمام وإساءة الظن به ولوقوع في عرض المأموم بالخوض في أسباب تخطيه مسجده القريب إلى البعيد فإن وجد غرض صحيح في قصد المسجد البعيد مثل أن يكون إمام مسجده لا يتم الصلاة أو يلحن كثيرا أو يرتكب بعض المخالفات فلبس إن شاء الله وأما حديث إن أعظم الناس أجرى إلى آخره فالظاهر أن المراد به المسجد الذي لا يوجد أقرب منه والله أعلم وقوله ثم البيت أي للمسجد في الأفضلية أن يصلها في البيت فإذا صلىها جماعة في البيت جاز ولكن ما تقدمه الأفضل لعموم جعلة للأرض مسجدا وطهورا فالأرض كلها مسجد والمقصود الجماعة وهي حاصلة ولو في البيت ولكنها في المسجد أفضل وقد مشى المصنف في هذا القول على المذهب وهو مذهب الحنفية وهو قول مالك والشافعي وهو أنه يجوز فعل الفريضة جماعة في غير المسجد والقول الثاني ليس له فعلها في البيت وهو رواية عن أحمد وهذا هو الصحيح لما تقدم من الأدلة أول الباب ويأيد ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسيما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ناد بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم والمراد بقوله حيث ناد بهن هو المسجد لأن حيث ظرف مكان ثم تأمل كيف عدى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصلاة في البيت تركا للسنة ووصف ذلك بأنه ضلال وهذا يدل على أن الجماعة في نصوص الشريعة هي جماعة المسجد لا جماعة البيوت وأما حديث جعلت لي الأرض مسجدا فلا دلالة فيه لأنه سياق لبيان أن الأرض كلها مسجد أي موضع للصلاة وأن هذا من خصائص هذه الأمة بخلاف غيرها فإنهم لا يصلون إلا في أماكن معينة وعلى فرض عمومه فهو مخصص بالأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد قال ابن القيم ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد فرض على لعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر وبهذا تتفق جميع الحديث والآثار انتهى كلامه قال البعلي رحمه الله وَلَا يُؤَمَّنَّا وَلَا يَأُمَّنَّا قَبْلَ رَاتِبٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا إِنْ تَأْخَّرَ لِعُذْرِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ إِنْ تُظِرَ وَرُوْسِلْ مَا لَمْ يُخْشَى خُرُوجُ الْوَقْتِ قال الشارح الفوزان قوله وَلَا يَأُمَّنَّا قَبْلَ رَاتِبٍ أي إذا كان مسجد له إمام راتب وهو الثابت الدائم الذي تولى الإمامة من قبل الجهة المسؤولة أو من قبل أهل الحي فلا يجوز أن يصلي أحد عنه لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بالإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره انتهى كلامه ولأن ذلك يؤدي إلى الاختلاف والنزاع فتبطل فائدة اختصاص الإمام بالتقديم وقوله بغير إذنه إلا إن تأخر العذر أي لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا في حالتين الأولى أن يأذن فيباح للمأذون له أن يأم وتصح بلا نزاع سواء أذن إذنا خاصا كان يقول يا فلان صلي بالناس أو عاما كان يقول للجماعة إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتادة فصلوا الثانية أن يتأخر عن الحضور لعذر فإذا تأخر لعذر كمرض ونحوه يعلمه المأمومون صلوا بلا إذن كصلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمر بن عوف ليصلح بينهم كما ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فإن قدموا شخصا يصلي بهم بلا إذن الإمام ولا عذر له فقولان الأول أن الصلاة صحيحة مع الإثم والثاني أن الصلاة لا تصح وهم آثمون والأول أظهر وقوله فإن لم يعلم انتظر وروسل أي فإن لم يعلم عذره في التأخر انتظر حتى يأتي وروسل إذا كان قريبا فيرسل إليه فيرسل إليه أحد الجماعة ليحضر أو يأذن لأحد يصلي عنه لأن الإتمام به سنة وفضيلة فلا يترك مع الإمكان ولما فيه من الإفتيات عليه بإمامة غيره فإن كان بعيدا عن المسجد أو يعرف من حسن خلقه أنه لا يتأذى إذا صلي عنه صلوا وقوله ما لم يخشى خروج الوقت أي فإن خشي خروج وقت الصلاة صلوا مطلقا لتعين الصلاة إذن قال البعلي رحمه الله فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم وشفع المغرب برابعة قال الشارح الفوزان قوله فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم أي فإن صلى إنسان فرضه في منزله أو في مسجد آخر ثم دخل مسجدا وأهله يصلون أعاد صلاته التي صلىها معهم مرة ثانية وتكون الثانية نافلة في حقه على القول الصحيح وظاهر كلامه سواء كان الوقت وقت نهي أم لا لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقول إني قد صليت فلا أصلي ولحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه في قصة الرجلين وتقدم في أوقات النهي في آخر التطوع وحديث البراء رضي الله عنه مطلقا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة وصلاة فله أن يعيد الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات قال ابن رشدة والتمسك بالعموم أقوى ويؤيد ذلك حديث يزيد بن الأسود فإنه في عادة الفجر كما تقدم هذا الدليل وأما التعليل فلتحصيل الأجر إذا صلى مرة أخرى ولألا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة ظن به والوقوع في عرضه وظاهر قوله ثم حضر جماعة أنه لا فرق بين أن يحضر مسجدا أو مصلا فيه جماعة ولكن لو حضر جماعة يصلون في منزل لعذر فالظاهر أنه لا يلزم أن يصلي معهم لقوله في حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه إذا أتيتما مسجد جماعة وتقدم الحديث في أوقات النهي وقوله وشفع المغرب برابعة أي إن له أن يعيد المغرب وهذا على القول الصحيح لعموم الأدلة كما مضى ولأن لها سببا وهو حضور الجماعة وهو رواية عن أحمد فيعيد المغرب ولكن إذا سلم الإمام أتى بركعة رابعة وذلك لأن المغرب وطر النهار والوطر لا يسن تكراره فيشفعها بركعة رابعة لأن لا تكون وطرا وقد أفتى بذلك الإمام أحمد قال أبو داود سمعت أحمد قال له رجل إذا دخلت المسجد وقد صليت العصر وأقيمت الصلاة قال صل معهم قيل والظهر قال والصلوات كلها قال أبو داود أبو داود لأحمد والمغرب إذا صليتها أضيف إليها ركعة قال نعم قال ابن أبي شيبة في مصنفه باب من قال إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة وذكر آثارا عن السلف ومنها عن علي رضي الله عنه قال يشفع بركعة يعني إذا عاد المغرب وقالت الشافعية لا يلزم شفع المغرب بركعة لعموم الأدلة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإعادة ولم يأمر بشفع المغرب وقولهم لأنها وتر والوتر لا يشرع تكراره نقول لأن هذا غير مقصود وإنما سببه حضور الجماعة قال في الفائق لا يشفعها وهو المختار والله أعلم قال البعلي رحمه الله وتعاد في غير الثلاثة مساجد قال الشارح الفوزان أي يجوز أن تعاد الجماعة ومعنى إعادتها أنه إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر بعد فراغه وناس فإنه يستحب لهم أن يصل جماعة ويستثنى من ذلك المساجد الثلاثة وهي مسجد مكة والمدينة والأقصى لألا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب وهذا هو المذهب والقول الثاني أن المساجد الثلاثة كغيرها من المساجد تعاد فيها الجماعة وهو رواية عن أحمد وهذا هو الراجح إذ لا فرق وما عللوا به في القول الأول منطبق على المساجد الثلاثة وغيرها وقد ورد عني ابن جريج قال قلت لعطاء نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة أي بعد الصلاة ليلا أو نهارا أي أمهم أحدهم قال نعم وما بأس ذلك واعلم أن القول الراجح في إعادة الجماعة هو الجواز وهو مذهب الحنابلة إن لم نقل بالوجوب بناء على وجوب صلاة الجماعة ما لم يكن ذلك أمرا معتادا فينهى عنه لأن هذا أمر مبتدع لم يكن معروفا عند سلف الأمة كما نقاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره وهو يؤدي إلى تفريق الكلمة والقضاء على وحدة المسلمين واجتماعهم كما أنه سبب لاختلاف القلوب والتهون بالصلاة مع الإمام الراتب ولألا يرغب رجال ولألا يرغب رجال عن إمامة رجل فيجدون غيره إمامة فيود ذلك إلى تقليل الجماعة مع الإمام الراتب وهذا ممنوع ومن أدلة الجواز أولا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وقد تقدم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ثانيا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه قال البغوي فيه دليل على أنه يجوز لمن صلى جماعة أن يصليها ثانية مع جماعة آخرين وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين انتهى كلامه وقد ورد ذلك عن السلف وهم أفهموا منا لمدارك النصوص وأعلموا بمقاصد الشرع فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل للمسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود وجانس رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة وأما ما يقع في المساجد التي على ظهر الطريق مما ليس فيه مؤذن راتب ولا إمام معلوم فيصلي فيه المارة جماعة جماعة فهذا لا محذور فيه لعدم المعنى وقد نقل النووي الإجماع على ذلك هذا ما تيسر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر